أسلامتكم مرش بيديكم هذه نقطة عالمية استثنائية كخبر عاجل جدا حبيتكم كل الشركاء اللي نقطة هذه تهمنا وتهمهم من كل في المشروع متع المعرض الدولي للقهوة فم قرار سيادي القرار هذه قانون وتم غلق قصر المعارض بالكرم تم غلق قرار غلق بعد المعرض اللي صار اللي هو بتبعط الحال وبرك الله فيه السيد الولي والسلطات الجهوية اللي قبلتني على عدة مقابلات لتوضيح الامر ولتبيان نحن لتاد أفنسمن دي نوتر بروجيه اللي شين ناسيونا اللي انترناسيونات حبيت أقول لكم اللي القرارة داي جي بعد تجاوز القانون وداي القضاء هو اللي بشيبت فيها دموشينا أنه فما إخلالات بالمعرض الدولي للكرم ولم يتم إعلامنا بها الإخلالات هذية واللي معرض اللي تم متاع البماءات وقع القرار متاع الغلق بعد مباشرة معرض البناءات كرتاش وخلاف التعديل ما يروجوا فيه ويقلوا فيه اللي فما مشكلة ما بين المعرض وما بين الإدارة اللي نظمة معرضتهم عنا حتى مشكلة الفلوس مدفوعة عنا اونا فانسل فعناها مورنا ماشية معنتها في كافة الشفافية والنظام وما طلب مننا وقاعدين كملنا المساحة اللي تعتبر المساحة صغيرة متاع الف وخمسمائة متر مربع فقط لنجاح الاستحقاط ما بين الدول اللي جاي مشاركة معنا ولي وصننا حتى يحلحمة الأزمة او نلقاوا حلو وهذا ينقول للشركاء اللي معايا اللي مغيينوا معايا دي زنجاجمان رانمشينا خطصنا مام اللي بومبيئة يعني الحماية المدنية مشينا عندي نستظهر لكم تو تلقاوا ونبعد سيقع نشر كل التفاصيل وكل الوثيق المدعمة اللي قابلت بها السيد الولي برك الله فيه وسيد الوزير وزير التجارة برك الله فيه وسيد الرئيس الديوان يعني أنا الوقت يعني فماك ربما اشكو دون نقول كشبك مكتليش 3 يم 8 وانا 4 يم حاولنا قدر الامكان بورسوفي لفاس اللي قادر ينقض المؤسس دي البيامو اللي فايا دي قادر يخدمو فايا ناس معايا ديمتريزاء فايا دي زيكيب دي تكنيسيا يي كمпри للي پارتسيپان للي زيارتزان البره في عديد من الدول فما صفارة اندونيسيا فما صفارة تركيا فما الناس قابلناها بالخارج بجدية تشارك في المعرض الدولي دي للقاوة والمرتبات والمعاجنات نحنا لسنا ضد القانون ونحنا نمشي وكان بالقانون وحكيت مع ادابة المعرض عليش خليتني الاخر ووقت ويقع اعلامي كان ايامات مع العلم انه تم يعني عملنا انكمباني ببليسيتير وده يعفون يسو الكل بدلنا لدات من وقت اكتوبر ينجاح الاستحقاق الانتخابي هذا كلفنا فلوس معليش قلت نحنا من البرومير لساك بتبيع قبل اليوم الانتخابات لكن مدير المعرض قال انا منجمش نوفر التأمين قلنا الله يبارك صرفنا فلوس اخرى وفلوس عنا مؤيدات متاحها في الحملات الدعائية متاعنا والاشعارية متاعنا باش نقلنا المعرك في دات وكان بترخيص والوحيد اللي عنا توا ترخيص من وزارة التجارة باش نعم نريفين الموضاي وبرك الله فيه عطاولنا ترخيص استقنائي يوم 4 ديسمبر انتي توقع تمشي بيا قد تيقشي لليام تريو اخير الناس يبدل فيه كلكو كومبوزانت في العقد ومحبش يعطينا العقد يعني هذي تقريبا نية مبيتة شو اللي يراها على كل نية سيقع النظر فيه فيما بعد اللي همني انا انو كلينا سيد الويني براك الله فيه واضح نعود نرجع ونقول استقبلني عدة مرات قال لي امشي قصر المؤتمرات امشي المكان اخر انا معاك انا سيد الوزير براك الله فيه انصت لي وسمعني وقضت الامبلود دو الاخترر من احنا فيه لكن مراعي الا وتو الادارة تقول اللي انا في خلاف معاهم في مخير انا في خلاف معاهم بعد ما تم قرار الغلق لانو ما تحركش انا قضت كمشي نخلص تالي بمبيه بوغ سوفي لفاس بوغ نو دوني اون ديفوغاشن سبيسيال على خطر الناس اللي خارجوا عمت حجزات انتاحها والاسلاحها جاء معاش نجموا قلوا لها قطة شي دونك مع الاقل بين ديفوغاشن وبرك الله في القضاء في تونس تقدمت بيه شخصية قضية في غرض اني نظمت معرض القاوة والمرتبات والمعجنات وكذا والحمد لله القضاء قنصفني وكانت النتيجة عدم سماع الدعوة اليوم نتفاشكوا بقرات اللي معمل فيه حتى ايفور السيد المدير المعرض ولا ايدابة المعرض حتى سعي انها تتصل برئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة الراجل في البيرو طالي برا شوف ترخيص على روحك هل يوقل اني هنا نوصل للحدة دي ويمدي دي ايش بدي دي ويخليني هنا بش عمل خليت ازمة ببيعة حال مع الشركاء برك الله فيهم اللي متفاهمين فيهم يمتفاهم بالقضاء الوضع بتباقي حال نحن كل نقطة اعلامية بش نعموها بش نعنو فيها تباعد شنو اللي بش يصير وان شاء الله لفتة كريمة للي نجم يوصل للفيديو للي نجم يفيرها اعلامية انه عمل سنة كاملة بعد نجاح الدورة الاولى وبعد ما كان تتوسعيش بنيرين تاع قهوة بش جيبنا مزودين وشاركة اندونيسيا وشاركة دول اخرى بش جي نشوفه خلول بش الدولة تتزود بالقهوة من القهوة روحنا اليوم مع غلق المعارض قصر المعارض بالكرم بش ما غلطوكمش وما بلوكش فما خلاف او نقطة مخالفة نذية يتفضل يجي ينجم يقدم للشاهدة متاعه نحن قابلين هذا قضاء من عند رب بل كل شي نقبله لكن الوضعية الحيجة اللي تحطت فيها اشتهدت وقامت اليوم عبارة على فرح توزعت فيه الدعوات استدعين فيه الناس ولكن لن يقام هذا الفرح بايد الشرق ولن يكون ميتا بإذن الله بإذن الله ما وش تشوفون ميتا من الفرحة دايك ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة